أكثر من 250 أكاديمياً ومتضامناً مع الشعب الفلسطيني من مختلف دول العالم وقعوا على بيان صادر عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد الإسرائيلي يدعو لمقاطعة إسرائيل أكاديمياً ومنع المشاركة في برامج التبدل الأكاديمي والإعلامي مع أكاديميين إسرائيليين وعدم استخدام مطاراتها يأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال إذ أكدت منصقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة لوسيا ألمي إن عام 2022 يعد الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاماً نتيجة زيادة المقرقة في أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ووقع أكاديميون ومتضامنون يمثلون 28 دولة من العالم من ضمنها دول عربية وإفريقية وأكاديميون من أستراليا وهولندا وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة وغيرها من الدول الأمين العام للحملة رمزي عودة رحب بهذا البيان مؤكداً أن الحملة الأكاديمية الدولية بكافة كوادرها وأعضائها ملتزمة بتفعيل المقاطعة الأكاديمية بين أعضائها ومنع استخدام مطارات الاحتلال الإسرائيلي نديم الشاعر تلفزيون فلسطين